رسالته كانت واضحة رسالته كانت بسلطان رسالته كانت طبعا فيها نعمة ورسالته أيضا كانت تغير نفوس الناس هذا هو يسوع المسيح اللي أنا شخصيا أعجب فيه لم يستخدم أي شيء لمصلحته الخاصة لم يتفاعل بحسب القضية الدينية أو السياسية بأيام لكن نقرأ عن رسل الأنبياء بيتفاعلوا بحسب شوء الموجود لكن لم يضغط على المسيح لم يعني أقول أوف طيب مشان الوضع أنا لازم أساير لازم أتنازل لازم أغير فكري ولا مرة تنازل ولا مرة غير فكره ولا مرة اتردد بالعكس كان واضح واضح في كلامه في كل شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر